اشتركوا في القناة الثانية من المصادر والتي اعتمد عليها بعض الفقهاء دون بعض وفي الجملة جميعهم اعتمد عليها ولكن بين المكسر والمقل طبعا نحن نعرض ونقوم بنقدي هذه المصادر ليس من أصلها بعضها من أصلها وبعضها بسبب أنهم حجموها وضعفوها ويجب أن تأخذ المكان الأكبر كالمصلحة الآن سنتكلم عن سد الزرائع سد الزرائع طبعا سد الزرائع قال ابن حزم نقلا عن أبي محمد علي بن أحمد رحمه الله قال ذهب قوم إلى تحريم أشياء تحريم أشياء من طريق الاحتياط يعني احتياطا نحرم هذه الأشياء احتياطا خوفا أن يتذرع منها أو يتذرع بها إلى الحرام البحت الحرام اللي متفق عليه فهناك أشياء حرموها قال حتى ما تكون باب للدخول إلى الحرام يعني كأنهم حرموا ليس الدخول إلى الحرام ولكن ما حول الحرام هذه أريد أن يعني أبين مسألة خطيرة جدا التركيبة الزهنية عند الفقهاء تحريم التحريم 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 مع أنهم هم يقولون أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد نص في تحريم الشيء فيصير حراما ولكن كل ما لم يرد فيه نص فهو مباح هذه قاعدة عن كل الأصوليين قاعدة صحيحة لكن كما قلت من قبل وأقول وسأبقى أقول الأصوليون يقعدون قواعد ذهبية ثم يخالفونها ميلا إلى أهوائهم نعم أهوائهم ليس الهوى الشيطاني انتبهوا حتى لا يقول أحدهم يعني أنت ما فيك هوى يعني الفقهاء أصحاب هوى ما هو هذا الهوى الهوى الإيجابي مثلا يعني ممكن أن نسميه يعني ليس الهوى الشيطاني ولا النفساني هو الهوى الذي كما ذكرنا من قبل يعني بعضهم من تورعهم لم يجتهدوا من تورعهم نهوا عن الاجتهاد هذا الورع هوى بالنهاية هو هوى لأن الهوى كل ما خالف الأمر الإلهي وذهب إلى مراد نفسه هذا اسمه هوى ولو كان خيرا مثل هنا يعني هنا مثلا يقولون تعالوا نحرم أشياء تؤدي إلى الحرام طب هي مباحة ولا حرام قال لا هي مباحة ولكن تعالوا نحرمها احتياطا هل هم يريدون الخير للأمة بحسب ظنهم يريدون الخير للأمة لذلك هذا هوى لكن ليس الهوى الشيطاني الذي هو مزموم عبدت الهوى وكذا لا فإذا هذا الهوى أقحموه في هذه المسألة فشرعوا ما يسمى سد الزرائع طبعا أنا مع الغاء سد الزرائع بالتمام وليس عليه دليل أنا ذكرت بالكتاب ما استدلوا به من أدلة وهي ليست أدلة يعني سياقها ليس في هذا السياق أبدا قال الله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها ما قال يعني الحد هنا حرام هنا حرام هنا حرام وهنا حلال أنت لك كل هذه فسح لك هي حلال وهم حرموا هامشا آخر حتى لا يقتحم إلى الحرام مثال أضرب لكم مثال تروا في كتب الفقه يقولون المرأة يجب عليها في الحج المقطوع به أن المرأة لا يجوزوا أثناء الإحرام إحرام الحج أو العمراء لا يجوزوا أن تغطي وجهها تعرفوا الفقهاء وعرب وغيرة غيرة العرب وكذا بدون يغطوا وجه المرأة ويفرضوا عليها النقاب والنقاب عادي بدون يفرضوا النقاب وبدون يفرضوا غطاء الوجه تصادموا مع مسألة الإحرام في العمراء والحج طيب كيف المرأة بدها تحط فبعضهم قال تطلي وجهها بالطين سبحان الله سبحان الله هل فعل هذا نساء الصحابة ما لا أدري أنا لا أدري كيف يفكرون شيء غريب يعني قال تطلي وجهها بالطين هل من التشريع يطلي وجهها بالطين يقول لا سد للزريعة لا حول ولا قوة إلا بالله بعضهم قال تضع مثل كان يحطوا يعني يقولوا أطبان هلأ في بلاستيكات طويلة ويضعوا خمار حتى لا يلامس وجهها يا أخي أنا كاش في وجهي لكن يعني كأنها عادت بغرفة وعم الطوف وهي بالغرفة لماذا هذا الانغلاق ولماذا الخروج عن الشريعة ووضوح الشريعة ونور الشريعة قال بيتزرعوا طبعا يتزرعون بأشياء بيقول يا أخي النساء كانوا بزمان غير هلأ هلأ زمان الصحابة كانوا أتقياء هلأ نحنا لسنا أتقياء هلأ بينظر إلى المرأة بالحرام ينظروا الله بعقبه أنت شو لك علاقة غريب غريب هذا الأمر غريب هذا أمر أيضا يعني هذه أمثلة الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات هل قال من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه إلى الآن لا يقول كل هذا حرام لا لكن الشيء الشبهة دعه الشبهة ما له علاقة الشبهة يعني له وجه حرام وجه حلال هذا الحديث لا يصح أن يستدلوا به في موضوع سد الزرائع لأنه هذا الحديث عن أمرين المشتبهات هي أو التي تشتبه على الناس يعني هي إما حرام وإما حلال قد تكون حراما وقد تكون حلالا فابتعد عنها هذا ورع اسمه ما في مشكلة هذا ورع الأصول غير هذا الورع لعمة الناس والمؤمنين يعني ليس في الاجتهاد في العمل هذا أمر فضيلة من الفضائل لا علاقة له بقضية بقضية سد الزرائع أيضا قوله تعالى استدلوا بقوله لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم لا تسبوا الأصنام يعودوا بيسبوا الله بحكيها بلهجة يعني ببسطة لا تسبوا الأصنام فيسبوا الله طيب هذا اللا تسبوا هل هو أمر بالتحريم لا 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 أبدا أبدا هذا أمر إرشادي هذا أمر خرج ما خرج الإرشاد فلا يجوز أن تحرم سب الأصنام تماما توضحت فكرة فأي هذا ليس دليل على على سد الزرائع فالتطلي وجهها بالطين يعني أنت أنت من أين تأتي بهذه الأحكام أو مثلا يقولون في فتوى في كل من يقرأ منكم أو كثير من الطلاب قرأوا بفروع الشافعية بالذات مسألة حرمة الوقت شو يعني حرمة الوقت؟ قال يعني إنسان في البادية في البرية هو مثلا ليس لديه سياب مطلقا وهو جنوب وليس عنده مثلا يعني تيمم ولا يستطيع التيمم لا يستطيع ستر العورة مدري إيش قال يصلي ولو كان جنوبا حرمة للوقت كيف يصلي وهو جنوب؟ غريب قال حرمه للوقت أو مثلا موجود الماء يعني لكن استحى عن صديقه وبدربه أمثلة وأشكال وألوان ويقولوا نصلي حرمة للوقت يا أخي لم يقل الله عز وجل كل هذا الكلام ولم يعقد النبي عليه الصلاة والسلام كل هذه المسائل الصحابة فاتتهم صلاة العصر وصلوها فيما بعد وانتهى الموضوع لا أن نتهاون بالصلاة ووقات الصلاة لا ليس هناك تهاون لكن إنسان جنوب إنسان يعني في وضع لا يصح أن يصلي انتهى الموضوع لا يصلي ويقضيها فيما بعد حرمة للوقت هذا من هذا من يعني من الفتاوى التي كلها من هذا من هذا الباب وكثير جدا يعني منها مثلا تحريمهم الاختلاط كلهم يقولوا لا يجوز اختلاط الرجال بالنساء كل الصحابيات كانوا مختلطين بالرجال يعني كيف وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام يتزرعون بنفس الفكرة يقولون هؤلاء أتقياء نحن أشقيا لا حول ولا قوة إلا بالله لا يتغير الشرع بهذه الأحوال هذه أحكام شرعية صارمة هذه أصلا هذه لا تخضع للاجتهاد وهم يجتهدون فيها والأمور التي يجب أن يجتهدوا فيها لا يجتهدون فيها يقولون بحرمة الاجتهاد لماذا هذه المسائل بالذات كل المسائل التي تتعلق بالمرأة تعرفون في السعودية يقولون بحرمة قيادة المرأة للسيارة قال سدا للزريعة زريعة إيش قال حتى لا تذهب إلى حبيبها وتخون زوجها لا حول ولا قوة لا بالله هذا الحنابل أكثر من عمله في سد الزرائع وتعلمون يعني المذهب الحنبة لمذهب شديد ومنغلق جدا فمع الأسف يعني وهذه الفكرة إذن هذه الفكرة هي يعني نشأت من 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 دوافع داخلية نشأت من دوافع دوافع داخلية إذن ممكن أن ترشد الناس أن لا تقتربوا من الحرام لا تفعل كذا حتى لا تنزلق قدمك لكن لا يجوز أن تقول له حرام فهم يقولون حرام يعني هنا هنا النقطة الفارقة فإذن مصدرية سد الزرائع يعني هي يعني من التي أغلقت الفقه الإسلامي إغلاقا تاما يعني وحرمت ما أحل الله وكله بدافع الخوف على الشريعة والخوف على الوقوع الناس بالحرام كذا فيزيدون عليهم تحريما فوقها ما حرم الله عز وشر عندنا مصدر آخر وهو الاستصحاب وهو الحكم بثبوت أمر أو نفيه في الزمان الحاضر أو المستقبل بناء على ثبوته أو عدمه في الزمان الماضي يعني استصحاب يعني يستصحب الحكم القديم يستصحب الحكم القديم إلى هذا الأمر ما حكمه كان حكمه مثلا الحلال لم يطرأ شيء إذن الآن حلال يعني مثلا أكثر مثال بضربه الأصوليين وهو مسألة إنسان توضع وصلى توضع وصلى الظهر وجلس واشتغل وتغدى وكذا صار في حركة بالحياته لكن من كسر الحركات نسيا أدنا العصر نسيا أنه أنا ذهب وضوئي أم وضوئي كما هو يعني الساعتني متوضئ أم ذهب وضوئي لازلت على وضوء أم فسد وضوئي ما بيعرف فيقول له الأصوليون هون فيه استصحاب ماذا أنت كنت متوضئ قال نعم كنت متوضئ طيب أنت صليت وتوضأت نعم توضأت وصليت طيب أنت تذكر أنك فسد وضوء قال لا أذكر إذن أنت متوضئ انتهى الموضوع ويضيفون عليها قواعد فقهية اليقين لا يزولوا بالشك أمر جيد يعني استصحاب حالي جيدة مسألة يعني ممكن أن نأتي بحكمها الأصلي ونجريها على هذا على هذا الوقت هي يعني هي مسألة عقلية منطقية قائمة على اليقين لا يزولوا لا يزولوا بالشك فهذه يعني من مصادر التبعية هي يعني تدخل في فروع المسائل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر